زاد أكاديمية ينبوعها صاف حديثنا اليوم عن دليل آخر وهو دليل العقل والعقل كما لا يخفى على شريف علمكم هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان وهو آلة التمييز بين الحق والباطل وهو النعمة والميزة والسمة التي ميز الله سبحانه وتعالى وكرم بني آدم وميزهم عن سائر الحيوان بالعقل ولذلك أمر الله عز وجل باستعمال هذا العقل والتفكر والتدبر والتعقل في مجاله وما يصلحه وما يجره إلى الحق والصواب خلاصة هذا الدليل الدليل العقلي وقد بيّنه الله عز وجل في محكم التنزيل بيانا صريحا واضحا لا إشكال فيه وهو دليل أبرهان مقنع لا مجادلة فيه هذا الدليل يقوم على أنه لابد لكل مخلوق من خالق لابد لكل مخلوق من خالق وهذه حقيقة مسلمة يسلم بها كل ذي عقل سليم وبيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حينما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نبّه الله سبحانه وتعالى على هذا الدليل العقلي في كتابه العزيز بهذا البيان الواضح الجلي أذكر ونصور مدى تأثير هذا الدليل البرهاني القرآني العقلي على قطع جميع شبهات الشك والإلحاد فهذا جبير أبو المطعم رضي الله تعالى عنه و أرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطول قبل أن يسلم فلما مر بهذه الآية و تلا عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير تعالى الله لأن هذه الآية جعلتها الاحتمالات ثلاثة و إن شئت فقل إثنان الاحتمال الأول أنهم خلقوا من غير خالق و هذا مستحيل تنكره العقول و لا تقبل لا يمكن وجود شيء من غير موجد إذ لا بد للمخلوق من خالق ولا بد للمصنوع من صانع فالعدم لا يخلق العدم لا يخلق الاحتمال الثاني وهو أكثر استحالة إذا كان هذا مستحيل أم خلق من غير شيء فالاحتمال الثاني أشد استحالة أم هم الخالقون يعني أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم وهذا أشد استحالة والاحتمال الثالث وهو داخل في هذا الاحتمال أم خلق السماوات والأرض وهذا الأبعد الذي يعني تنقطع معه أي شبهة للملحد أم خلق السماوات والأرض وهذا مستحيل أيضا إذ لم يدعي أحد أنه خلق نفسه فضلا أن يكون خالقا للسماوات والأرض وإنما الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى فتعين أن لهذه السماوات لهذا الخلق أن له خالق وموجد وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين وهذا البرهان والدليل العقلي في غاية القوة والبيان ولذلك تأثر به من تأثر كما ذكرنا في قصتي جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وللللللللل هذا البرهان العقلي شواهده كثيرة جدا ذاك الأعرابي سليم الفطرة الذي سلم من التلوث الفكري الفطري لما سئل عن وجود الله سبحانه وتعالى فاستدل بالعقل والفطرة السليمة والحس المشاهد فقال وهو يتحدث عن البيئة وما فيها التي عاش فيها قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير ألا تدل على اللطيف الخبير هذه الآيات وهذه البراهين وهذه المخلوقات ألا تدل على الله سبحانه وتعالى فلله ما أحسنه من استدلال وما أجبه من منطق وبيان برنامج أكاديمية زاد علم يزداد